أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هل تعلم أن أسلوب كلامك يعبر أيضا عن أخلاقياتك؟ اليوم أنا عاوز أتكلم عن جملة ذكرها واحد يعتبر من أعظم أنبياء العهد القديم وهو يحنى المعمدان بشهادة الرب يسوع المسيح يحنى المعمدان شهد ليسوع المسيح أنه حمل الله وشهد لأزلية المسيح وشهد أن المسيح هو ابن الله أي يعني يحمل ذات جوهر الله لأن المسيح هو كلمة الله لكن واحدة من الكلمات التي تأثرت فيها جدا عندما سألوا يحنى المعمدان هل هو المسيح وكان عنده الفرصة الذهبية لأنه كان عنده شعبية كبيرة كان بيجوا من كل مكان حتى يعتمدوا في نهر الأردن على يدي يحنى المعمدان حتى أخبار يحنى وصلت إلى قصر هيرودوس ووصلت إلى الجميع وعندما سئل عن يسوع المسيح قال هذه العبارة ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص بالطبع تربية يحنى المعمدان تربية يعني أخلاقية عالية وفيها حضور الله وبيت عم بخاف الرب سواء أبو زكريا اللي أخذ الإعلان بولادة يحنى المعمدان وسواء أمه ألي صبات اللي بدورها عندما تقابلت مع مريم العذراء قالت هذه العبارة من أين لي أن تأتي أم ربي أم ربي فإذا اعتبرت اللي في بطن القديسة مريم رب اللي هو الرب يسوع المسيح فهكذا أخلاقيات يحنى المعمدان قال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص وبعدين قال أيضا اللي لست مستحق أو مستاهل أن أحل سيور حذائه كيف يصل الإنسان إلى هذا النوع من الأخلاقيات العالية طبعا التربية إلها حق لأنه ربي في بيت مؤمن وبيت عم بمجد الرب رسالته إرساليته كما قيل عنها وتنبأت عنها إرساليته هو أن يهيئ شعب مستعد لمجيء المسيح وفعلا كان هو لم يكن هو النور لكنه جاء ليشهد للنور ليشهد ليسوع المسيح يحنى المعمدان كان عنده رسالة وكان عنده إرسالية كان عنده تكليف شيء واحد أنه يرفع ويمجد اسم يسوع وأنه يجعل شعب يكون مستعد لقبول المسيح المنتظر بالنسبة له هذا هو النور مع أنه مات فريعان الشباب حيث أنه هيرودوس أنتيباس ابن هيرودوس الكبير حطوا في السجن وطبعا قطع رأس يحنى المعمدان في السجن وأكمل شهادته إز تكلم عن يسوع المسيح وهكذا حتى في شهادات الميلاد مثل زكريا مثل أليصباط مثل سمعان الشيخ مثل حني بنت فنوئيل كلها كانوا عايشين في رؤية حتى يستقبلوا المسيح ويعلنوا هذا المسيح المنتظر تعرف حبائي واحدة من المشاكل الكبيرة هو الأنانية الذات فكتير مرات احنا عوزين نعظم الذات بدل ما أنه عظم الرب في حياتنا وحبين نأخذ مجد ذاتي بدل ما أنه الله هو الذي يأخذ كل المجد في حياتنا في إشعية 42 آية 8 مكتوب أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات شو رأيك اليوم نعظم اسم يسوع نسبح هذا الاسم نسجد لهذا الاسم ونقول مستحق أن تأخذ القدرة والكرامة والمجد والتسبيح والسجود لهذا الاسم الذي هو فوق كل اسم ينبغي أن يسوع يزيد وإني أنا أنقص ينبغي أن يسوع يكون الكل في الكل في حياتك إذا المسيح تملك حياتنا كل شيء يصبح جميل في حياتنا أنا اليوم بشجعك أنك تكون شاهد وشهادة أنك ترفع وتمجد اسم يسوع المسيح يمكن بكلمة حلوة أو بعمل خيري لكن لا تنسى أنه أي شخص بتتكلم معاه خليه يشعر ويكتشف محبتك ليسوع المسيح وأنه فعلا يسوع كل يوم يتعظم في حياتي ويزيد كل يوم في حياتي وأنا أنقص حتى يكون هو الكل في الكل ربنا يباركك شارك هذا الفيديو الرب معك ترجمة نانسي قنقر